السلام عليكم مرحبا بكم معي انا ساميرا مرحبا بكم في قناة كويزين ساميرا ديزاد يومكم طيب معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله ان شاء الله كامل لراكم بخير وبصحة جيدة وعافية يا رب العالمين ليوم طلت عليكم كل عادة بروتين صباحي دايما مع النشاط والحيوية اليوم رح نتقاسم معكم تاني زج وصفات ووصفة ملحة ووصفة حلوة الله يحلي ايامكم ان شاء الله اهنا في هاد صباحا كما راكم تشوفو دايما مع فاطوري الصباحي لينا معتمدته هادي فترة يعني تقريبا من ليبدا الواباء هذا يعني لي والفت هاد لاتاي هذا وفي كل مره تقريبا مشتركاتي سقسوني كيفاش للنعناع ديالك دايما يكون هاكدا خضر بالنسبة لطريقة الاحتفاظ بالنعناع ناخد هاداك النعناع لازم تاني يكون جديد كي تجريه اه نغلفو في بابي ابسوربان وبعد نزيد نعاود نغلفو في بابي فيلم ونحطوه في التلاجة ولا تقديم بعد زيدي تحطي حتى داخل علبة تاني وتحطيها هاكداك داخل التلاجة رح يبقى لك اختر ودفوان البنات نحكم هاداك النعناع نشلو اه نقصلو شوية هادوك الاخصان ليكونوا من تحتها ونخلي غير هادوك الاوراق اللي من الفوق ونحطهم داخل هاد لا فيغين تاع الزجاج هادي الزجاج تاني لبنات يحافظ بزاف على النعناع على الحشاوش ان جنيرال تاني ويخليهم هاكداك يبقوا خضورة ويبقوا كيما قولو هاكداك فريشكين يعني لي مدة طويلة انا كيما ركو تشوفو راني مع المسيو ولا كيما قاتلي واحد المشتركة مزيش قولي المسيو قولي بابات ولداتي راني مع الاتاي اليوم كان عندي هاداك البريوش اللي تقسمته معاكم في الفيديو اللي فات اللي كنا عملنا فيه وصفة ملحة ووصفة حلوة بعجينة واحدة نشكر كامل اخوات اللي جربوه وشاركونا لتطبيقاتهم الجميلة على صفحتي على الانستغرام وعلى اللقوب ديالنا كويزين ساميرا وحباباتها بعد ما كملنا هاداك فاتور صباح رفت المعنات هادوك والحمد لله يعني الانسان كي يخدم شغله في الليل وكامل الصباح شوفو اللي فيه يبقى فارغ ما عنديش بزيف تعلم ما عن عندي غير هادوك اللي طيبت بهم لاتاي ولي شربنا فيهم هادا ما كان دونك التنظيم المسبق والكي النقصو اللي المعن ديالنا تلعشا سيختول نقصوهم كامل في الليل صباح الكوزيناء راح تصبح لنا نقية مما شغل ديالنا راح يكون باين وملاشا حين تعطلو في الكوزيناء به هادوك المعن تلعشا هنا فوالا كي مشتو استعملت سائل غسيل اواني استلو بعض القطارات من لوت جافيل استعملت هادو متاع لايف لبنات يعني لايف هادا كتعل سائل غسيل اواني رحتو ما شاء الله ومخدوهم بالبيكاربونات يعطيلو مع هاي للمعن ويخرجوهم تاني يشعلو بزيادة على هادا الخاص في الثامن ديالهم لوت جافيل هاكدا كي نحب نديرو هنا يا بس كي نستعمل هاكدا كي ما كتوفو كي نشربو لاتاي وانطيب لاتاي لاتاي يصفر لماعن يصفر لي تاني ما من الليفي ديالي يخلي فيه بوقع صفراء دايما هاكدا ندير لوت جافيل بيش يقضي لي كامل على هادوك اللي طاش صفورة هادوك سواء في المعن ديالي ولا في الفناج اللي شربنا فيهم ولا في الكاسرونة ولا حتى في فليفي هاكدا يبقى لي دايما بيض ويبقى نقيقي بعد ما كملت شللت هادوك المعن نازد نشفت يعني كامل الحالة يعني حول الحوض ذاك الفايرانس ويعني الحوض وما جاور الحوض هاكدا بش يعني ما تبقى مره مره يعني مره في ناكله في الطابلة في الكوزينا ومره هنا في الصانو يعني على حسب القوصدو الطابلة البنات زجاج هدا داي من مصحوب هداك السائل السحري هداك اللي عملناه مع بعض في البخاخ هدايا عندكم كاس تعل ما نصف كاس تعل خلق ومغير فا سائل تعل اواني خلطوهم شوية وهاد الخلطة البنات هايله شوفوا تقدروا تستعملوها في الزجاج في اللوح في كالي سوقفاس وتعطيكم نتيجة هايلة وبارق هايل وتقضي تانية على الاوسخ وعلى الدهن يعني انا الخلطة هادي ما نستغناش عليها في المشي برك في المطبخ كي ما را كنت شوفوا في المنزل كامل كامل وضيفوا مم هاكدا كي يكونوا عندي ديتاش في فوق الفوتاي ولا فوق الكراسة تعصانا ولا نرش منها تاني شوية ونحكب هداك اللوشي فان ميكروفيب ولا ببشيتة غير صغيرة هاديك البقعة هاديك راح يعني تقدركم كامل على البقعة فوالا هنا بعد ما مسحت للطابلات على سلامانجي زدت تانية جوزت بالي خاكوا تعرفوا الدراري دايما كي يأكلوا ويطيحوا مما احنا الكبار على كل حال مشي برك نحصلوها في الدراري هاكدا مما انبعت كنت جاني رايحان سيق الاسيق راح يجيني سهل بسكورة نرفضت كامل هادوك الغبرة وهادوك الاوسخ هادوك زدت جوزت تاني على الكراسة هادوك تاني وين كين يعني اللي الدين وين المقاعد دايما بهادك اللوشي فان ميكروفيب ودايما بهاديك الخلطة السحرية ورجعت الكراسة على البلاستهوم زدت تاني كي مارا كو تشوفو جوزت تاني بالي على البالكان تاني البالكان جاي بخارج على برة ويليا يبزف للغبرة سيختو هاد اليومين راه الريح شوية دونك مالغرين سيقو الدار ومالغرين كونسوها ونطفوها ميلي بالكان تاني اللي كن ما نطفوهم شو الغبرة اللي تكون فيهم كامل راي رايحات عاو تولي للدار ووكشو المادر نوالو دونك فالاحت هو جوزت لوبالي ورفضت كامل هادوك الغبرة اللي كانت فيه وكي ما اقول لكم بالخلطة السحرية كتكون عندي طاشا هاكدا برقزنف الال هادايا ندلها يعني غرب هادوك الخلطة السحرية هادوك وبلوشيفون ميكروفي بغن نمسحها هاكدا وراي رايحة يعني تتنحها فاسيل ما ودايمن بالخلطة السحرية ثاني نضفت هاد لاتاب الباس ثاني هاداك الزجاج اكتعرفوا لونواغ بزاف صعيب في التنظيف ديالو وهاد الخلطة هادي اعطتني باريق هايل تقضي على الغبرة على الالك شما كاين كي ما قولوا لي دام ولا بقايا هاكدا تعل ماكلها ولا كامل رايحة تقضي عليهم وتعطي باريق هايل ووالا بعد ما كملت كامل يعني لا طب باس دايمن هادية هي اخر حاجة بس كي كتعرفوا لونواغ شوية عغبرة تبين فيه كاين نسلي عندها ديق كاين نسلي كاين عندها جيران تحتها ما تقدش تنفضي على جيرانك دونك الاسبيغاتور هو لي يعاوننا بزاف ويا سبيري كامل الغبرة يعني ما نقدش نستغنى عليها في الدار بعد ما جوسني شاف اعزاكم الله اليوم غلقت التاقة بس كلا شوية الريح دونك الغبرة كامل لو كما نغلقاش الغبرة كامل تعاوت تدخل للدار فالا هايليك دوكال النتيجة النهائية يمزي نقالو كان يبقى دونك كل حاجة ولا كل يوم نديرو حاجة كل يوم نخدو ولا نطفو شو كاف الدار كوانا بكوانا هاكدا باش منعيوش روحنا ومن بين الاشياء تاني لي تسهل علينا الشغل تعالدار والوقفات تعالكوزينة هاديك لازم يكون عندك بروغرام تكوني ديراتو يا اما اسبوع من قبل وش توجدي طيابات في هاديك سمانة ولا على الاقل يعني لا في ولنهار من قبل تكوني على بالك وش كريحة طيب غضوة من داك ويكون عندك القضيان كامل وش كريحة طيب هاكدا ما كش رايحة تعيييو ما كش رايحة قعد يتخمي وش نطيب وش ندير وش يعني تنحي الحيرة على روحك وفي نفس الوقت ما كش رايحة بحري الوقت في التخمام وش كريحة طيب دونك كي مشتو هنا معايا انا هنا عندي الجاج اللي كنت نقيتو لنهار من قبل ونضفتو كامل اه جاني جبتو من الفريجيدار دو كاني حنتبلو لبنات باش نوجدو للفطور اه حندير به واحد الروز وش نقول لكم يجيب الزاف ابنين دونك نتبلت هادك القطع تعد الدجاج بالملح في الفلكحال كوركم زنجابيل توابل خاصة بالدجاج اه قصبر المرحي والعكري الحلو تحبو الحار تاني تقدروا تديرو حار ودلتو شوية تعزيت تبقى التوابل اختيارية تقدروا تزيدو ولا تنقصو اي توابل متحبوهاش اه فوالا ماريني كامل هادك الجاج هاكدايا ونعاود نغطيه ونحطو في التلاجة ولوتون اللي راه يتشرب هادك الجاج حبيت نستغل هاد الوقت هادا باش نحضر حاجة القهوات العشية انا وقفة وقفة في الكوزينة دونك نستغل هادك الوقت باش نسيغطو الصبيحة هادك نستغلها كامل في الطياب باش العشيان اللي بيروحين يا اما نخرج يا اما نطوي حوايج يا اما ندير حاجة واحد اخرى الحلوة هادي لبنات اقتصادية كمشتو درت ثلاثة حبة بيت خلطتهم مع كاس تاع سكر غلاسي اللي غربلتو درت مغرفة صغيرة خلطتهم احتدى بشوي هادك سكر وبدأ يتغير اللون تاع الخالط هاداك ومبعد زيت تدريجيا كاس تاع الزيت راح نحاول نحط لكم المقادير في صندوق الوصف بعد ما حطيت السوائل دوك نبدأ نزيد في النواشف هنا ستكاس تاع مي زينة ناشا من الاحسن نغربلوها ونزيد تاني دوكا كيس تاع خميرة كيميائية 10 جرامات رشة تاع الملح ما نسوهاش في الحلويات وزدت تاني كاس تاع الفارينة هادا الكاس الاول نغربلو كامل مواد الجفام الاحسن هادا الكاس الثاني بالنسبة للفارينة رفضت لي ثلاثة كيسان تاع الفارينة يعني حلوة سهلة اللي هي حلوة الفرشيطة هنا في الاخر زيت زوج مغارف تاع حليب غبرة حيعطونا قوام هايل وابلنا هايلة في الحلوية اللي نديروهم بالزيت نخلط هاد المكونات مع بعض حتى نتحصل على عجينة عجينة عادية كيسان تاع الفارينة بالنسبة لكاس تاع الفارينة زيدوه تدريجيا لانه حجم البيض يلعب دور في الكمية تاع الفارينة ديفا يكون البيض صغير يمكن ما تكمليش هادا الكاس تاع التكامل قدير تدريغي الكاس الا ربع لانه هنا في الحلوه هادي لازم نتحصلوا على عجينة كونطرية وتلسق نوعا ما العجينة اللي يكونو فيهم الكاكا ويكونو فيهم المايزينة خاصة النشا عندو الخاصية تعينش في الحاجة من الاحسن نخلو العجينة تكون طرية ناخدو كمية من العجين من الاحسن يعني نوزنوهم كامل كيف كيف ندلتهم 25 قرام نشكلوها هاقده على شكل عفوان كورا بعد نجيبو فرشيطة نقدرو ندخلوها في شوية الفارينة باش ما تلسقناش في العجينة ونشكلو هاد الشكل هادا بعد ما شكلتهم دخلتهم للفرن على درجة حرارة ميو هاقدك سبعين ميو خمسة وستين ميو سبعين دراجة مئاوية هاد الحلوه هادي لبنت طيب بيضاء باش تشابه لطوني الحلوه ديالي راي طيب هنا بليت ندوزن في هاداك الجاج اللي كنت كمشتو تبلتو كامل هاقده يعني باش نربح الوقت الحلوه راي طيب وانا ما مبحرش الوقت نوح نوجد فطوري هايدا باش كل حاجة توجد في كم يقولو في الوقت المناسب خديت النجرة حطت فيها شوية تعزيت حطت فيها كمارا كنت شوفو هنا حبة تعبصل اه لي كنت رابتها اح نحط عليه شوية تعال ملح هاقده باش هاد البصل يدبال بسرعة لما يدبال هاداك البصل ويتقلها شوية نحط هادو قطع تعال الجاج لي كمشتو كنت تبلتهم وريح تتوابل هادك راهيم ما شاء الله هنا نحط كامل هادك تتبيلة هادك هادك الجاج كامل اللي يتقلها على نار قليلة هنا زيت له حبة طماطيش كبيرة في الحجم لي كنت رابتها مع واحد ثلاثة كبار تعفوص وستعدتهم زيت هنا مغير فها صغيرة ماشي مع مرة بززاف طماطي مصبرة اللي كانت تحبوها حمر بززاف يعني زيدوا في الكمية وزيت ثاني زوج ورق تعال تعال رند لي حبوا الهيل تقدروا تديروا يعني حبات من الهيل زوج ولا ثلاثة على حسب ما تحبوه انتوما نقلي كامل هاد الجاج نعطوله الوقت هو يتقلها كامل مع هاد المواد هادي اللي درناها مع بعض حتى يتشرب كامل هادك البنة تعال التوابل ويعني ياخد كامل هادوك اللي صافي قطع التوابل هنا بعد ما تقلها مليح مليح نمرق بالمسخون هنا لازم نستعمله مسخون نمرق بالكمية اللي تكفيني بشي طيب الجاج نغلق عليه ونخليه اي طيب وعلا هنا البنات هاوليك بعد ما طعب كما را كنت شوفو نحيت هادك الجاج مما في الوقت ما ياخدش بزاف وقت في الطياب تم تمرها وراي حي طيب كي نحي الجاج نرمي الروز الروز البنات استعملت انا زوج كيسان تعال الروز اللي كنت شللته من قبل نشله عدة مرات باش نتخلص من كمية تعال ناشا اللي تكون فيه ومبعد نخليه يقطر هاوليك هنا را نقدرتو بالنسبة للصوص هاديك اللي يطيب فيها الروز البنات تقريبا عدنا لكل كاس تعال الروز نحتاجو زوج كيسان تعال المعرق دونك توما لك نخصكم لما تقدروا تزيدو شوية تعال الماء باش هادك الروز يطيب لكم سواسوا نرمي هادك الروز ومبعد نجرى هادك ترفض الغلية نقص للنار تماما ونخليه حتى يطيب سوف تشرفوا بلي تشرب كامل هاديك العصوص الجج دي يطيب في البنات يروح للفوق هنا اخديت شوية تعال الزيت ستلها شوية طماطيش على الباطا وستلها شوية تعال الكركم تقدروا تزيدو اي توابل واحد اخرى وتقدروا تزيدو حتى شوية تعال الملح تاني وشوية تعال فل في اللكحل تخلطوهم مليح مليح وتدهنو كامل هادك الجج هاقدر هاده الطماطيش وهاد الزيت كامل احتعطي له تحميره هايله في الفوق دونك انا ندخل الفوق نشعلت له النار غير من الفوق برك لانه راه هو طيب باش ياخد برك تحميره ويكون عنده وجهه بزا في شباب ويزيدو مما في البنة وهكذا راني تهنيت من وجبة الغداء والحلوه ديالي هاي لك هنا راه هي طابت شوفوا كيف يشتب البنات كيما قلت لكم طيب هاد اللون طيب بيضاء هنا دوبت لها شوية شوكولة سوداء حضتها في حمام مائي كده بدزت لها مغير فتح الزيت ومبعد نختص هديك الحلوهان اغتصو غير النص برك منها هاكذا باش يعني تجيب بنينة الحلوه هادي تحبو تلسقو زوج مع بعض لكم الاختيار انا فضلت هاكذا ندير كل وحدة وحدة شوكولة بعد ما نشفت هاوليك الشكل النهائي تعال الحلوه اللي عملناها مع بعض حلوه الفرشي طعملناها بالزيت اقتصادية دي لكم كمية لبس بها تعني من الحبات هاي ليك يعني حلوه بنينا وجيه شيشه الدوب في الفم رغم ما بالزيت راح تجي كيما قلت لكم هاي لا وتواني مليح مليح مع قهوة حليب هنقسم لكم هنا حبه شو كيفاش جي طريه جي ما شاء الله الحلوه هادي وكيما اشتو ما تحتاج لها طابع لاوالو سهله وسريعه التحضير والمكونات دي لها تقريبا كلها راه متواجده في كل بيت دوك تهنيت من القهوة تلعشية مبقى لي بركض نوجد لهم غير طاويلات على الغداء وفي نفس الوقت داش نجاوب بعض المشتركات اللي داي من يسقصوني على الطابلة هادي ساميرا ساميرا ورنا الطابلة شحل شريتها مني شريتها دونك هادو لا يسقصوا سيغمون المشتركة تجدد فاسكل قدمهم يعرفوا الطابلة هادي ديالي وما الفين يشوفوها اللي بنات الطابلة هادي شريتها من قليعة تعال الامبورتاسيون وشوفتهم تاني في الصفصافة نواحي عن نعجة تمتاني بعليمة بالتعال الامبورتاسيون الثامن ديالها تدير سبعة ملايين ونصف كيمالا كنت شوفو الشكل ديالها جاي الخامة من الفوق لوبوا ديالها لوبوا اتخ مانش عارفها جاي مغلف ولا مسبور ولا مانش عارفها ولكن النوعية ديالهم بزاف مليحة وسهلة بزاف التنظيف هادي ان شاء الله كنت تاني جاوبتكم علغة بالنسبة الاطباق اللي حدرتها وللطابق مشي اطباق الروز هاوليك هنا يعني كيفاش يجي بواحد الروز بنتيجي ما شاء الله دلت له من الفوق رشة تعب صلى هاكده بشي يوكل مليح ودرت له تاني رشة تعال معد نوس بش نكسره شوية هادك اللون زلت لهم تاني طبية ستاع الطماطيش وحبيباتها فلفل اللي حلو براك تاني اللي قطعتهم هاكده بش ميكونش براك هادك الروز بحده الروز هادك البنات يعني يجي بزاف ابنين ويوالم حتى للضيوف هادك الجلشة اني كن حمروها حياطي لهم بالنها هايلة ان هاد رعي الماكلة امام تاني نوريلكم في الكراسة باش توفوا الشكل ديالهم والشكل تاع الطاولة مليح مليح دون كانت الطاولة خيرتها فهد اللون كيمارا كنت شوفوا باش تمشيلي مع البيبان لكاين في الدار في الاخر لبنات حبيت انتقاس معاكم هادية من عند ابن مشتركة ومشتبه عليا الشبيهة عميد قيوس وكنت قاسمت معاكم هاد المقطع هاده على مواقع التواصل الاجتماعي ديالي نقول له فاروق يعطيك الصحة بارك الله فيك نخلكم مع هاد اللقطات الفوكاهية دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم المواكل يا اخوي يا اخوي القراطين يا اخوي يا اخوي يا اخوي الهرشات من كل حاجة ابنينا واحد ما يكذب شديه القرانطيطة يا اخوي يا اخوي كل عموتي بخير وربية طول في امريكي ان شاء الله وشانا عيل وهاي قامل تاتا شاميرا وفي خاطر كشك شك